يا جماعة اللي صار اليوم خبر رح يقلب موازين عالم الألعاب اكس بوكس اشتريت استوديوهات اكتيف فيجين بلايزارد هذا الكلام معلم هذا اخطر من شراءهم لستوديوهات بيثيزداليا قلبت كمان لموازين السنة الماضية هي اكبر ضربة معنوية وغير انو اقتصادية وارباحية لبلاي ستيشن بلاي ستيشن ضربت ضربة معنوية في الصميم من اللاشة اجا فيل سبينسر رئيس اكس بوكس واعلن انو نشتروا استوديوهات اكتيف فيجين بلايزارد مين الالعاب اللي تحت هدول الاستوديوهات عد على ايداك اوفر ووتش كول الف ديوتي كراش هدول اشهر كلتة العاب من هدول الاستوديوهات باضافة لديابلو وورد ووركرافت وستار كرافت هدول كلتة العاب الاخيرات هن الالعاب استراتيجية وكمان لهم كتير جمهور كبير حتى لو ما كان هذا الجمهور عندنا كبير بالمنطقة العربية بس هو موجود هذا كمان جمهوره اكبر الاستوديوهات المنطقة العربية عدنا كول الف ديوتي كراش و اوفر ووتش هدول جمهوره جدا كبير بالاضافة الى كاندي كراش لعبة الموبايل المشهورة ليش هده تحكي خطير ماذا يعني ذلك وما السيناريوهات المتوقعة معلم ما قدرت استنى صراحة حتى انو اسجل هذا الفيديو بعدين هذا الفيديو خبر عاجي عم نحكي على لعبة كول الف ديوتي اللي هي اكتر لعبة تصويب مبيعا في العالم معلم بالتاريخ يعني اذا بتكتب على جوجل ما هي اكتر لعبة تصويب مبيعا رقم واحد هي كول الف ديوتي وهي بتعتبر ضربة معنوية لبلاي ستيشن لانو دائما الفرانشايز كول الف ديوتي مرتبط ببلاي ستيشن حتى لو كان الاستوديو غير مملوك من البلاي ستيشن ولكن اذا بتذكروا ديالسيات البتا تجربة اللعبة المبكرة كلها بتجي على البلاي ستيشن اول واكس بوكس بتجي ثانيا اكس بوكس دائما على جناب كراش معلم كراش هي احد الالعاب اللي حصرية لسوني صح اخر جزء بعدين نزل على باقي المنصات بس نزل اول على سوني كراش مرتبطة بكلمة بلاي ستيشن دائما من بلاي ستيشن واحد هذا الحكي يا زلمي لا لا يعني حقيقة كمان ضربة معا نوية في الصميم دابل كيك هذا هدف في الدقيقة ما بعد التسعين بمباراة كرة قدم يا زلم ووفروتش لعدد لاعبين جدا ضخم وفي عندك الجزء الثاني من أوفروتش جاي قريبا في عندك الجزء القادم من كولوف ديوتي اللي هو مودرن وورفير 2 كمان جاي قريبا قديش دفعت مايكروسوفت سعر هالستيديو بسنا ما منعرف انا بتوقع انه اخدينه بسعر مغري لانه اكتفيشن بليزرد معنا ما عندهم اكتير مشاكل ادارية فباعتقد اجهت مايكروسوفت اشترته بالوقت الصحيح انا هلا ماكون بدال جيم راين قاعد بستيديوهات بلاي ستيشن هاد رئيسة فيزية بلاي ستيشن بقوم بقدم استقالتي هذا الرجول انا بشوفه غلط غطة كتير كبيرة وتشعف اكتفيشن بليزرد واقعين بمشاكل بلاي ستيشن كانت هي الشركة الاقرب لاكتفيشن من كل النواحي الاقتصادية والتعاملية كان لازم جيم راين يقوم هو ياخد هاي الخطوة ويشتري اكتفيشن بليزرد هاي الحركة ممكن ستكتب في تاريخ بسطور التاريخ معلم انه هذه هي اللحظة التي انقلبت بها اكس بوكس على بلاي ستيشن وتقدمت عليها جيم راين معلم كل التخبيص عبصير بوقتك انا بشوف لازم ترجع اسعار الالعاب على ستين دولار وتستعجر بالخدمة الجديدة وتتكرم شوي حتى تضل بلاي ستيشن اذا كنت حابب تضل بلاي ستيشن بالقمة ما كنت حابب وكتير واثق من نجاح البلاي ستيشن البلاي ستيشن نعم عنده كتير اشياء قوية جاي الفي ار جاي حصريات ضخمة ما بول لا بس هذا كله حق فلوس وشي غالي يا عمي شي غالي اذا ننصر على ثاني اضخم لعبة شوتر خلينا نقول اللي هي بتلفيد مسلا بتلفيد ارتباطاتها والتزاماتها مع مايكروسوفت يعني دائما بتلاقي الاعلانات تبع بتلفيد عليها شعار مايكروسوفت و اكس بوكس فالنقطة وين بها الحركة صاروا اضخم ثلاثة العاب شوتر كل اياتهم مملوكين او مرتبطين مع اكس بوكس اللي هنين كولف ديوتي و هيلو و البتل فيم شو رح يحدث هنا بعد ما اخذتهم مايكروسوفت هذا رح نناقش بهذا الفيديو في عندك احتمالين الاحتمال الاول انه تصير كراش اوورووتش العاب ما تقدر تلعبها غير على اكس بوكس و البي سي وتقول باي باي لبلايستيشن تخيل انت بلايستيشن بدون كراش و كولف ديوتي يعني بتحس كأنه في شي غلط كأنك انت كانت زمنة دمك او ايجابي ساويتها اس الفي هيك بس انا باعتقد هذا الاحتمال ضعيف و اكس بوكس ما بتساوي لانه اكس بوكس شفت انا ازكى من هيك بهيك طريقة فشو ممكن تعمل؟ وباعتقد السيناريو الثاني هو الاكثر احتمالا انه بتجي اكس بوكس بتحطلك كولف ديوتي كراش اوورووتش 2 على الجيم باس بتلاخد لعبها باليوم الاول باشتراك رخيص السمان وبتجي انت يا جماعة بلايستيشن خدوا هيلالعاب بتجي انت بتشتريع بلايستيشن بسبعين دولار وقت تفتح بلايستيشن بتلاقي اول شي بيطلع لك مايكروسوفت ستوديوز فبتصير انت ملم عبتترويج لاكس بوكس عن طريق بيع اللقمة على بلايستيشن هاي واحد اثنين اكس بوكس بتحقق ارباح كبيرة من مبيعات هدول الالعاب على بلايستيشن هاي اثنين ثلاثة وانت عبتلعب هالالعاب على بلايستيشن رح تكره بلايستيشن وتقول شو هالاستغلال لاش هم بتدفع قناة 70 دولار حال لعبة كولف دوتي ومقدر هناك اللعبا بتبلياش تقريبا فبتروح انت كلاعب بتكره بلايستيشن وبتروح تشتري اكس بوكس معلم هي شو بدي اقول لك متل كأنك انت بعتت حرامي صرق اغلى غرض من عند هداك ورجعت بعدها يا ما بعرف شو بشوفا اسكا طريقة تسويقية اذا بيعملوا بي هالطريقة وهذا توقعي معلي واذا بتشوفوا هذا الفيديو بتلاهوا انه سنة 2022 هي اول مرة بيكون فيها عدد حصريات القادمة لإكس بوكس اكتر من عدد الحصريات القادمة لسوني انا بشوف سوني هلا بأزمة بلاي ستيشن هلا مضطرة وبشكل كبير اتأعلن عن الخدمة الجديدة اللي تم تسريب اشاعات عنها خدمة العاب بتنافس إكس بوكس اذا ما بتساوي هالحركة بسرعة إكس بوكس رح تكسب قلوب الناس بس بالمصاري معلي هيأصر طريقة انك تصل القلبه للواحد صح بلاي ستيشن لسه عنده ألعاب قوية وعبتنافس بس اذا بدك تطلع هيك ياخي 70 دولار هنيك هوني ببلاش مايكروسوفت عنده مصاري كتير من أغنى شركات العالم فما عنده مشكلة معلمة انه تدفع وتحرق فلوس وتشتري استوديوهات لحتى ترجع حاله على المنافسة وحتى لو حاليا ما بتحقق الأرباح هي أنا بشوفها كمشروع ربحي اكس بوكس عبتخسار لكن مع الوقت ممكن يتحول هذا لأكبر مشروع ربحي في العالم خصوصي انه الجيم باس يضم الخدمة السحابية انك انت بتشترك بالجيم باس ما لاك مضطر ولا تشتري كونسور بتقدر تلعب على الانترنت هذا لسه بالمراحل التجريبية ولكن بعدين ممكن يتحول اللعب كله لهني شغلة ثانية الجيم باس يا شباب بتوقع اللحظة اللي رح يضيقل فيها سوق من كفة بلاي ستيشن لأكس بوكس سعر الجيم باس رح يطلع بالوقت الحالي خسران مما بتقول له خسران يعني مو زابطة اكس بوكس ما بتربع يعني انا هلأ صح مبسوط انه ممكن رح نلعب ألعاب كتير على الجيم باس اكتر خصوصي انه هنا في لعبة مثلا رينبو اكستراكشن هاي رح تنزل بعد يومي على البلاي ستيشن ب40 دولار على الجيم باس جايب بلاش ولعبة من يوبي سوفت انا بتمنى انه معلش خلي المنافسة تزيد لحتى نحصل على الألعاب بجودة اعلى بسعر ارخاص بس كمان بتمنى انه ما يصير احتكار تاني وبتمنى تحقيق السيناريو التاني بانه ينوجدوا الألعاب على الجيم باس وبنفس الوقت تقدر تلعبون على البلاي ستيشن اذا انت حابب تضل على البلاي ستيشن تمنى هذا الشي هو الخيار اللي يصير انتو شو رأيكم بهالموضوع مالين كتبي رأيهاك في التعليقات اشتركونا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة